في حاجة تانية برضو عايزة اتكلم فيها مشكلة التاكسي الابيض و اوبر طبعا الموضوع ده احنا بصراحة نقعد نبحث فيه كده لحد ما ان شاء الله هنستضيف الناس اللي هتكلمنا عن الموضوع ده انا شفت في براميك كتير قوي انه بيتكلموا كلامه بتاعه مش عارف ايه وتاكسيات البيضة ايه بتطلع تتكلم في التليفزيون بيقول ده وقفوا حنة وفيش حد بياخد رزق حد على فكرة دي اول حاجة رزق حد حدش بياخده رزقك هيجيلك و انت عاد في بيتك دي خدمة احنا احنا مريح كشعب احنا مشتحين فيها جدا يا جماعة طب ما تقلدوهم يعني اعملوا زيهم خلوا تاكسياتكم مضيفة خلوا ريحة العربية حلوة ما تدخنوش ويزبون قاعد معاك ما ترغيش كتير ما تفتحش اغاني هبطة لو انا معايا ابني او بنتي ما هيسمعوا الاغاني دي طالما انا ما سمى بيسمعواش في البيت فهيسمعوها عندك فانت ليه بتعمل فينا كده يا عم استهدى بالله بدين انا عندي اقتراح صغير ما عمش دا كانين فعلا انا هقوله وخلاص طالما اوبر عندهم شركة بتطلحهم وبت بيعرفين هم فين واسميهم ايه وكل الحاجات دي طب ما تتعمل شركة او شركتين او تلاتة في مصر برضو بتتولى انهم يطلعوا التاكسيات البيضة للعنويين ويطلبوهم في التليفون والحاجات دي زي ما بيعملوا اوبر ما عافش الاقتراحة كويس ولا انا عبيطة ولا ايه بس اهو بقول حاجة نساعد بيها برضو التاكسي الابيض لان احنا طبعا اكيد يهمنا انهم ما يتقطعش عايشهم بس برضو ولاش الحاجات بقى اللي انتو بتعملوها تقطعوا الطريق بقى وتطلبوا حد من اوبر يجيلكوا وتكسرولوا عربيته تطلبوا حد من اوبر وتبلغوا عنه الشرطة اه قننوها يعني يخدوا منهم درائب خدوا منهم اي حاجة يعني خلاص هو ده اللي كان في قلبي وقلته بصراحة بس احنا برضو احنا ورا الموضوع ده وهنستضيف ناس تكلمنا عنه ونقلنه ازاي يعني انها خدمة ممتازة ممتازة ممتازة